ولذلك الإخوان الآن لا يستطيعون هم حاولوا على مدار 11 عاما أن يقدموا أنفسهم للناس مرة أخرى ولكن باتت الأفكار أفكار فاسدة أفكار لا تستطيع أن تدافع عن نفسها وانكشفت هذه الأفكار أمام الناس ولذلك أكرر أن هذه الصورة نجحت في تفكيك الأفكار المؤسسة للإخوان وهذا ما يترجمه الرئيس طرق الوقاية والتحصين إذن هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه أن الدولة استطاعت على مدار 11 سنة استطاعت أن تحرك كل المؤسسات وكل الوضارات وكل الجهات المعنية لاستمرار حالة التفكك بمعنى أن تقوم المؤسسة الدينية بدورها في تفكيك هذه الأفكار في تقديم البديل في إظهار صورة الدين الحقيقي في تجديد ما يمكن أن نسميه بالفكر الديني هذا فيما يتعلق بالمؤسسة الدينية المؤسسة الثقافية والإعلام لا بد أن يقوم بدور وقد قام بدور كبير فيما يتعلق بتجديد الخطاب الثقافي للفنون والثقافة دور في تفكيك الأفكار المتطرفة وفي الكشف عن زيف هذه الأفكار وفي تقديم البديل لماذا؟ لأن غالبا التنظمات المتطرفة سواء الإخوان وغيرها عندما تتوغل داخل المجتمعات وتحاول أن تجند أفرادا أو شبابا أو حتى أطفال صغار دائما تلعب على فكرة الفراغ الفكري أما وأن هناك مؤسسات قامت بدورها وهذا هو نتاج هذه الصورة المجيدة أما وأن هذه المؤسسات قامت بدورها فهذا أدى إلى تفكيك الأفكار المؤسسة لهذه التنظمات وهذا ما طرح في السؤال فكرة أن ذلك كان بمثابة صمام أمان والإخوان الآن لا يستطيعون أن يعودوا الإخوان وغير الإخوان لأننا نتحدث عن مجتمع لديه درجة من الوعي بمخططات هذه التنظمات ويستطيع أن يرد على كل ما تطرحه هذه التنظمات سواء كان شائعات أو حتى خطاب ديني متطرف ورؤى ربما تحد على الكراهية ولذلك إذا كانت مؤسسات الدولة بالفعل واجهت هذه التنظمات في العام 2013 وفي المقدمة أيضا الشعب المصري فالشعب المصري هو يواجه هذه التنظمات في كل وقت وفي كل حين وفي كل المؤسسات أصبح حتى رجل الشارع على هذه يستطيع الرد بمفرده عن محاولات سواء الاستقطاب أو بس أخبار مغلوطة